فتجلي من تجليات الله سبحانه وتعالى فلابد ان هي تحترم الله سبحانه وتعالى أرسل الرسولا شديدا ملك الموت فقبض روح عزيزا آه لا المسألة ميز سهلة كده وعشان كده كنا بنقدر نفهم ان هنا محل لدروس كتيرة فعشان كده كنا بنفهم ان الموت لي حرمة لي حرمة ليه؟ لان الموت لما بيجي بيجي عشان نتعلم بنيجي عشان نتنور بنيجي عشان نفهم حتى لو كان الفهم ده وتمغموس في الدموع والأحزان بس بنفهم ده اللي كنا بنفهمه لما كان الموت بيجي لكن ان يصبح العزة مش مذكر بالآخرة ويصبح الجنازة نوع من أنواع التسابق على كشف حرومات الأموات مش بس كده احنا بنلاقي الناس بتصور كل تفاصيل الموت كل تفاصيل الموت حتى الناس بقت تلوقتي ممكن تنشر في الأخبار وتنشر في السوشيال ميديا كلام ما بين أهل المتوفي وبعضهم بيقولوا ان هم مش بسمحينه وبيدعوا عليه فيه اللي يحصل؟ فيحصل تعدي وبيطلبوا من ربنا ان هو يعزبه فنرجى هنم وينشره على السوشيال ميديا لان الموت ما فيهوش حرمة بس احنا كنا زمان لما حد يموت كنا نقول وكان في حياته بعض المشكلات كنا نقول ايه بقى للشخص اللي هو مات ولو حتى كان عنده مشكلات في حياته ولو أزى حتى كنا نقول ايه ما تجس عليه إلا الرحم أتذكر ان شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري كان بينه نقاش وبين حد من العلماء فلما توفى هذا وكان النقاش شديد شديد جدا لكن لما العالم توفى اللي كان بينقشه والمنقشة كانت شديدة أمسك وقال ايه خلاص ان الموت حجاب والموت له حرمة وكأنهم كانوا بيتمثلوا هذا النور وهذه الحكمة البالغة اذكروا محاسن موتاكم طب ليه ليه لابد ان احنا نتعامل مع حرمة الأموات بهذا الاحترام لان ربنا كرمنا أحياء وأمواتا في ان ربنا كرمنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل واحد ممكن يقولك دولا لما يكونوا أحياء لا اشوف كمان ازاي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت التفسير الواضح ان العناية دي بتمتد حتى بعد الموت نشوف ده في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسروا عظم الميت ككسره حيا فالحفظ ابن حجر بيقول في شرح هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث ان حرمة المؤمن بعد الموت باقية كما كانت في حياتي ايه ده يعني الميت وهو ميت له حرمة يعني ايه ده يعني له عرض اه ولذلك احنا كنا دايما لازم نسطر الميت وأحواله لان سطر احوال الميت تدخل في ماذا من سطر مسلم من سطره الله يوم القيام وكمان في حديث شريف فيه السطر على الميت واحواله وعدم كشفها او التحدث بيها بيقول في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر له اربعين مرة ومن كفن ميتا كساه الله من سندسي واستبرق لجنة ومن حفر لميت قبرا او من حفر لميت قبرا واجنه فيه اجر له فيه الاجر كاجر مسكن الى يوم القيامة يعني كانوا ايه لما عملوا قبر كانوا ايه سكنوا الى يوم القيام وعشان كده الامام المناوي فهو بتكلم في هذا الحديث ان غاسل الميت يجوز له نقل ما كان من الميت من طيب الرائحة واستنارت الوجه الكلام الحلو بق ويحرم نقل غير ذلك من حال الميت يعني ايه اذا رأينا حاجة مش طيبة ريح مش طيبة حال مش طيبة يحرم نقلوها دي الحرمة دي اللي وصلت الينا ان ما ينفعش حد يدوس على وده اللي وصلنا ان القبر ما ينفعش الداس عليه انا اقول لكم حاجة كنا زمان كانت المقابر بتبقى في وسط العمران ليه كاني انا اللي شايف كده كاننا حطينا الاموات في وسط العمران عشان يكونوا في حمايتنا فالاموات ما ينفعش ان ايه ان حد يتكلم فيهم وعشان كده احترام القبر من احترام الميت واحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في احترام الميت في قبره لا تعد ولا تحصى وعشان كده بتوضح لنا احاديث رسول الله اللي منها قوله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمرة فتحترق ثيابه حتى تخلص الى جلده خير الله من ان يجلس على قبر حديث صحيح مسلم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيين لنا ان حرمة الميت تصل الى حرمة حتى المكان الذي يقبر فيه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان سنة يتعامل فيها مع الاموات فكان يزور القبور ويدعي الى اهلها زي ما كانوا احياء بالزبط فيسلم عليهم صلى الله عليه وسلم ويدعي لهم بالعافية في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية يبقى خلوا بالكم من كلام حضرة النبي بقى إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عايز يصور لكم إن المي ده خصوصية وله احترامه ولابد إن احنا يتعامل معاه وعشان كده إيه اللي حاصل وهو في الكفن ما ينفعش إن احنا نتلاعب بأحزان أهله ولا نخليهم كمان يحسوا بإن هم ازداد الكسر عليهم كسر بعد كسر ولا نسيب نفسنا الأمارة بالسوء تقول لنا بقى ميت خلاص خطو حقاكم منه ومنتقموا منه نعمل إيه عشان المجتمع يرجع مرة تانية بيحترم حرمة الأموات احنا محتاجين إن احنا نغير مفهوم الموت عندنا مفهوم الموت مش واحد راح في الفناء فأنا مش عارف أخد حقي فاتكلم في حقه لا ده واحد انتقل إلى حياة أخرى وربنا بيقرض عليه الأعمال فيتوجع ويتأذي وممكن يدعو الله سبحانه وتعالى وإنه هو ينتقم من العمل فيه كده فيبقى الحالة هو إيه إن الموت في ذاته هو انتقال من نوع من أنواع الحياة إلى نوع آخر من أنواع الحياة حياة دي تسمعها الحياة الدنيا الحياة الأولى وبينتقل الإنسان إلى الحياة البرزخية واللي يأذي الشخص في الحياة البرزخية دي ربنا يحسبه وعا ربنا سبحانه وتعالى سيجعل عمل وهو هذا في سيئاته إن أساء لهذا الميت طب دي أول حاجة تاني حاجة لازم نعرف إن من حرمة الميت إن احنا نمنع الناس من تصوير الأموات يعني أنا أسألك سؤال لو واحد في بيته مش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم منع الناس منع الشخص إن هو ينظر في بيت أخي عشان يبقى فيه احترام للخصوصية وقال إن هو إذا قذفه بحصاة فجاءت في فقعة عينه فليس عليه دية لعاذه العين طب نعمل إيبا لازم نعرف إن أكفان الموت له حرمة أيضا نعش الموت له حرمة فلازم نتوقف عن هذه البشاعة من تصوير هذه الحالات اللي بيكون فيها الناس في هذه الأحوال السيئة فنعمل إيه فنحترم الموت بلاش تتحول حفلات الدفر عندنا هنا إن الناس تحولها إلى حالة من حالات المشاهد السنمائية سيبوا الناس عشان يقدروا ما تبقاش الصور اللي انتوا بتحطوها دي ضغط عليهم إنهم يتجاوزوا ويعملوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى لما قال للمرأة اصبر يا امرأة إيبا نعمل إيبا إيبا نحترم الموت ولا نقوم بهذا الحال إلا ونحن نحترم الموت في وقار في احترام ما ينفعش الناس تكون بتحترم الموت ونحن في حالتنا هذه وفي ديننا الذي يدعونا إلى احترام الموت نتجاوز حرمة الموت بهذه الطريقة ويبقى واحد عشان يصور واحدة وهي ابتدع على أخوها ولا واحد عشان ما عرفش إيه يروح مصور ده ونشره ويعتبر إن دوة نوع من أنواع السبق ويعمل بيت رند لا 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 ولازم نتوقف عن بقى الكلام والتشفي طب نعمل إيه لازم نعلم أولادنا من هم وصغار إن لما ييجي ذكر حد ميت نعمل حاجة واحدة بس الله يرحمه ندعينه فقط نعلمه لأولادنا ونلتزمه إحنا ونمسك عنه ونمسك عن الكلام فيه حتى لو واحد لي حقوق يروح يطلبها يروح يطلبها بالقضاء بس ما يعملش اللي يعمله ده أنا من بقولش للناس اللي مظلومين ولا ما تاكل حقهم ولا من إنهم ما يروحوا وش يطلبوا بدا يروح يطلبوا ده بالأساليب القضائية إن لصاحب الحق مقالة عند القاضي مش فوسط الناس مش في فتح الأعراض بهذه الطريقة وعرض مين عرض حد مش يدر يدافع عن نفسه فلزاك لازم نتقل الله سبحانه وتعالى فنعلم أولادنا من دلوقت إن هم يدعو لأموات المسلمين الأمر التالت والمهم جدا جدا لازم نتدرب على غلق الصفحة لما حد ينتقل إلى الرفيق الأعلى خلاص صفحة أفلت وانتهت عندي حق مالي أنا محتاج إن أنا أحصل عليه أروح أطالب بيه بس الصفحة خلاص أغلقها لما حد يجي يكلمني لازم أحط مسألة الكلام في حق الميت في إطار الغيبة والنميمة فنتوقف عن ذكر الأموات ونعتبر دوات نوع من أنواع التنقية للقلوب آخر حاجة أنا شايف إن إحنا ممكن نعملها عشان نتخلص من ده بطله تصوير شوية نبطل تصويره لكل حاجة شهوة التصوير دي هي اللي جرأتنا إن إحنا نصور أي مشهد أنا أظن إن في مشاهد كتيرة في حياتنا ما تستعاقش إنها تتصور لأن تصويرها هيكون نوع من أنواع انتهاك الخصوصية عايزين نعلم أولادنا من دلوقتي إن في حاجة اسمها خصوصية وإن مش كل حاجة تصور حتى لو كان تصويرها يتجاوز مفهوم الحرمة وينتهج خصوصية أصحابه يا رب اكرمنا إن إحنا دايما نكون ستر على الناس أحياء وأموات ونكون باب من أبواب نور نورك اللي بيستر الناس وبيمنع عنهم الفضيحة وبيخلوهم دايما في حسنك وفي رضاك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين